كشفت مصادر موثوقة لموقع وينوين أن المدرب جمال بالماضي فاجأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم برد صادم وذلك بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق بينهما حول الصيغة النهائية لفسخ العقد الذي يمتد إلى غاية ديسمبر 2026 وكان وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري قد نشر تغريدة عبر حسابه بعد إقصاء منتخب الجزائر من كأس أمم أفريقيا 2020 وتحديدا يوم 24 يناير الماضي أعلن فيها عن توصله لاتفاق مع المدرب بالماضي يقضي بفسح العقد بين الطرفين وديا وانقلبت الأمور رأسا على عقب بعد عودة بعثة منتخب الخضر من كود ديفوار حيث وافق مساعد بالماضي على فسخ عقودهم بالتراضي مقابل الحصول على تعويضات برواتب لشهرين بينما لم يتوصل سبيشل وان أفريقيا مثلما يلقب لاتفاق مع الفاف حول طريقة فسخ العقد ليغادر الجزائر دون حل مشكلته مع مسؤولي الهيئة الكروية الجزائرية وأفادت مصادر موقع وين وين أن بالماضي رد رسميا على الإشعار المرسل له يوم 4 فبراير من الاتحاد الجزائري وطلب الحصول على جميع مستحقاته إلى غاية نهاية عقده المستمر حتى ديسمبر 2026 وأوضحت المصادر ذاتها بأن رد بالماضي جاء بهذه الطريقة بعدما أدرك أن الاتحاد الجزائري لا يريد استمراره على رأس الجهاز الفني لمنتخب محاربي الصحراء خلال الفترة القادمة كما أن الاتحاد لم يذكر بشكل صريح فسخ عقد المدرب من طرف واحد أو إقالته رسميا وأشارت المصادر إلى أن المدرب الشاب يريد الحصول على جميع مستحقاته ورواتبه المقدر عددها بـ 35 شهرا أي من شهر فبراير 2024 وإلى غاية نهاية موعد عقده ديسمبر 2026 وفي حال عدم الموافقة على طلبه فإنه سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن راتب بالماضي مع منتخب الجزائري يساوي 208 ألاف يورو شهريا وبالتالي فإنه يطالب بالحصول على مبلغ 7.280.000 يورو دون زيادة أو نقصان جدير بالذكر أن هذا التطور الجديد في أزمة بالماضي والاتحاد الجزائري يأتي في الوقت الذي يستعد فيه الأخير لتعيين مدرب جديد يقود محاربي الصحراء خلال الاستحقاقات الكروية القادمة تابعونا على المواقع التالية